بعد مرور ست سنوات على تشغيل هذه المزرعة النموذجية لتربية المحار وبلح البحر في مياه مالحة تحاول السيدة فتيحة الوصول إلى طاقة إنتاج بخمسمائة طن في السنة هدف يصطدم حسب مسيرة المشروع بقلة إقبال المستهلكين على منتجات المزارع السمكية التي تقول إنها تحافظ على جميع فوائدها الغذائية المنتوج يعني القيمة الغذائية تاعه بالنسبة للمواطن ما شاء الله تاند عبارة عن قيمة غذائية غنية بالفيتامينات غنية بالكالسيوم بوتاسيوم الزنك سيلينيوم عندنا مشكلة اللي هو المواطن الجزائري ماشي مولف يا كل هذا النوع من المنتوج لمول اللي هما بلح البحر بولفهم من بكري ولكن هذا المحار عبارة عن منتوج جديد نوع الماء بالنسبة للمواطن الجزائري وتعرف أسماك ومنتجات المزارع السمكية انتشارا تدريجيا في الأسواق وإقبالا من المستهلكين نظرا لأسعارها المنخفضة نسبيا رغم قلة الإنتاج الذي لا يتجاوز ستة آلاف طن سنويا وتضم الجزائر أكثر من 120 مزعة لتربية المائية في الأوساط البحرية والعذبة مع وجود خطة لتغطية النقص المسجلة بسبب تراجع كميات السمك عن طريق الصيد التقليدي معدل الإنتاج دائما 100 ألف نقوله معدل يزيد قليلا أو ينقص لكن في كل مرة 100 ألف لهذا القطاع تجهد تربية المائيات حتى يكون لنا بديل في الأفاق 2030 لا دفتعنا أن تربية المائيات قرابة 140 ألف في مياه البحر و60 ألف طن في المياه العذبة وتعلق الحكومة الجزائرية منح رخص قوارب الصيد منذ سنوات حفاظا على ما تبقى من ثروة سمكية مقابل تشجيع المستثمرين على تربية الأسماك عن طريق توفير قروض بنكية وتأمين على المخاطر بهدف رفع الإنتاج الموازنة العامة لهذه السنة تقر تخفضات ضريبية وجمركية لصالح المستثمرين في تربية المائية بالجزائر في خطوة لتشجيع الاستثمار في المجال وبلوغ إنتاج 15 ألف طن من الأسماك في المياه المالحة والعذبة بنهاية 2024 محمد برغل الحرة الجزائر